بعد أقل من شهرين من توليه مهامه كمبعوث أممي خاص إلى ليبيا يعرض عبدالله باتيلي أول إحاطة مفتوحة له أمام مجلس الأمن إحاطة يرقب ويترقب أطراف الأزمة الليبية محتواها كما تفعل أطراف إقليمية ودولية مهتمة وفاعلة في الأزمة فماذا يحمل باتيلي في جعبته يا ترى؟ وأي صورة للمشهد الليبي ارتسمت في ذهنه؟ بعد جولته التي قادته إلى شرق البلاد وغربها لا تخرج توقعات كثير من المراقبين عن تمحور الإحاطة حول ما سبق وأن دعا إليه المبعوث الأممي بعيد كل لقاءاته التي جمعته برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيل صالح وعدد من الفاعلين في الأزمة ومن ذلك ضرورة إيجاد الليبيين أنفسهم للحل والمسارعة في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية مع تأكيد على سريان اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدا لتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات تستمد شرعيتها من الشعب الليبي وحده وتلك غايات لا يختلف فيها ليبيان لكن أن السبيل إلى تحقيقها في ظل تجاتبات سياسية ما عاد يمكن في خضمها التنبؤ بمواقف كل طرف ومن ذلك رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتفاقا تم بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيل صالح وهو ذات الاتفاق الذي رحب به المبعوث الأممي عبدالله باتلي الذي يجد نفسه أمام مهمة التوفيق بين أولويات كل أطراف الأزمة مهمة لم تكن يسيرة على من سبقوه بل وعسرت واستحالت فرحلوا وتركوا البيت الليبي على حاله